والعرقنة وكان يقول أن اليمن بعد رحيله ستنقلب إلى الصومال وإلى عراق وإلى غيرهم لكن اليمنيين فطنين لهذا المخطط وهم الآن يعملون على تهدية وإلا لما تركوا أسلحتهم في بيوتهم وهناك أكثر من خمسين مليون قطعة سلاح يمتلكها اليمنيين في بيوتهم وخرجوا إلى الشوارع بصدور عارية بالنسبة لما يفعله الأمريكان الآن الأمريكان هم الآن يلعبون في الوقت الضايع وهم يريدون أن ينفذوا ضرباتهم الجوية وضرباتهم اللوجستية واتفاقياتهم أيضا مع الأمن المركزي والحرس الجمهوري في ظل الوقت المتبقي لحكم نظام الرئيس علي عبدالله صالح على اعتبار أنهم لن يستطيعوا أن يؤدوا نفس الدور بهذه الحدة في ظل النظام القادم لكنهم الآن أعتقد أنهم يعملون على ترويض النظام القادم إذا صح التعبير المتمثل في المعارضة اليمنية وذلك باللقاءات المتكررة مع قادة المعارضة وهم يراهنون على أنهم سيستطيعون أن يكسبوا هؤلاء القادة إلى صفهم وأنهم ربما إذا نالوا رضاهم ربما يدعموهم ويتم الانتقال سلميا بالنسبة لانتقال السلطة إلى عبدالربه منصور هادي كرجل انتقالي ثم إلى انتخابات ويتسلمها بعد ذلك نظام المعارض في اليمن حاليا إذن دكتور سيرجي هل توافق أن هذا التدخل الأمريكي الجديد سح التعبير الأكثر كثافة لن يمص الوضع السياسي المتأرجح وغير المستخر جدا في اليمن بأي سوء له تأثير محدود على خلفية هذه الأوضاع السياسية المتوترة في اليمن أعتقد أننا هنا